الحقيقة انه هذا النشط المصري بيصير الجدل وكان محبوس وتم الافراج عنه وبعدين فجئنا بانه فوجئ المصرين كلهم بان فيه تجمع مع مجموعة من المصريين وهتفات خلينا نسمع الهتفات ونشوف ردود الفعل على هذه الهتفات اللي بيتهم فيها مصر او الجانب المصري بانه هم مضايقين الخناق على الفلسطينيين بالرغم من ان دي اتهامات اسرائيلية كان تم الرد عليها مصر مشاركة في الحصار معبر بنا وبن اهلينا والصهيوني متحكم فينا معبر بنا وبن اهلينا والصهيوني متحكم فينا طبعا يعني المفروض ان دي كانت يعني تنظيم لمشاركة اتعدد من الاعضاء من نقابة الصحفيين عشان مرور اكثر من مائة يوم على على طبعا الحرب الاسرائيلية على غزة ولكن هذه الهتفات طبعا يعني اثارت الجدل بشكل كبير جدا وهو زي ما قلت لحضراتكم هو كان خرج قبل اشهر من السجن بعفو رئاسي بعد قضائي في محبسه عشرة سنوات من اصل 15 سنة حكم عليه بها في القضية المعروفة باسم احداث مجلس الوزراء بالتأكيد كان لازم يكون فيه ردود فعل وردود فعلك من الصحفي من الاعلامين المصريين زي مثلا اديهي كان بيقول له استهينا بيتحكمونا في امثالك مش فينا احمد دومة غبي احمد دومة خلية غبية كلامه كلام حقير بقول تاني ده واحد ملوش علاج ديلي الكلب عمره ما هيتعدل مش ممكن طالع امبرح بيركب مظاهرة ما ليش بعتذر من هو ديهي دايما الحقيقة بيكون فيه شدائم على الهواء حتى كان فيه يعني اتراضات على هذا الامر لكن الحقيقة هو منفعل طبعا على احمد دومة كان برضو كمان من ضمن الانفعله على احمد دومة احمد موسى وطلب امام حاسبة احمد دومة على انفعله امام نقابة الصحفيين وقال ان هو بتكلم بلسان الجماعة الارهابية الوقت دا اللي حرق المجمع العلمي في خراب 2011 ولد دا النهاردة واقف للأسف قدام نقاب الصحفيين وبقول للأسف مع مجموعة من عناصر الشراكين السوريين وغيرهم وغيرهم بيشتموا في البلد انا بقول ايه بيشتموا في البلد يرددوا دا الولد المجرم دا دا الولد المجرم دا يقود وجه سباب لمصر والكلام اللي قاله الولد المجرم دا هو بالظبط طبعا هو كان بيكمل وبيقوله هو بالظبط كلام الجماعة الارهابية كان زي ما قلتلكم ردود فعل كتير جدا على مواقع التواصل حول هذا الامر لانه برضو هتف ضد الرئيس السيسي ايضا فالحقيقة كان يعني هذا التعليق كان بيتكلم على انه لن اتحدث عن دومة المجرم بحق محكمها لارتكابه جريمة لن يخفرها التاريخ وهي حرق المجمع العلمي لن اتحدث عن عيش كل الفوضى والقتل ولن اتحدث عن كون المتعاطف الراديا مع الاخوان لكني سأتحدث عن هو بيعتبر الامراض والكلام دا كله في النهاية طبعا بيقول انه يعني اخر براجراف بيقول قلنا وبحثتنا ان دومة ورفاقه لا امان لهم حتى لو قدمتم لهم المن والسلوة لكن لا حياته لمن تنادي وصدقنا خزعبلات الحنجوريين وادعياء الوعي اسي اسي عموما احمد دومة يقود مظاهرة ويطالب امام نقابة الصحفيين ويطلبون فتح المعبر لخطوة الفلسطين وكأن مصر اغلاقة المعبر وكأن مصر لم ترسل مساعدات لغزة بستمائة مليون جنيه خلال مئة يوم وبردو مصر بتتشتم زي بقول حضراتكم طبعا كان كل الكلام ده يعني ماشي مع اتهام الاتهام الخاص من الاسرائيليين لما اتهمونا امام حكمة العدل الدولية واتهموا مصر يعني بان هي اغلاقت المعبر ولكن كان في رد قوي جدا الحقيقة على هذا الامر بانه لم يحدث ابدا وحتى الانروا كانوا واقفين مع مصر مجموعة من النشطاء اليساريين راحوا اندسلم النقابة وهدفوا ياد يتزل وياد العار مصر مشاركة في الحصار مين عجبوا الفيديو العظيم ده وشيروا الاستاذ المناضل ايدي كوهين فيترى ايه اللي لفت نظره وعجبوا قوي كده فبروزوا يمكن عشان ده نفس اللي كان المحامي الاسرائيلي بيحاول يثبته ولا يمكن عشان مطلوب الجبهة الداخلية في مصر يحصل فيها اي خلل يسمح بالضغط على قيادة لتمرير التهجير عشان بس وانت بتهتف بحرقة تبقى عارف بتخدم على مين حتى لو مش قاصد ومش فاهم وده اسوأ واضل اساسا بجد فعلا يعني حتى هو لو هتف بده اللي وراه ومجموعة من الصحفيين ازاي بيهتفوا ده وهم عارفين جدا انه الموضوع ده تم نفيه بشكل رسمي وان ده تهم من اسرائيل وان مصر لم تغلق المعبر ابدا محمد الباز طبعا المخربون مكانهم استجن اندهجت من يعترضون على عقاب حمدهم على هتفات امام رقابة الصحفيين اليس في مقاله اخبار كاذبة اليس في مقاله مساسا بامن مصر القومي اليس في مقاله تحريدا صريحا على الفوضى والتخريب استقيموا يرحمكم الله واضح ان الباز طبعا بيطالب بالابد عليه بعد هذه الهتفات عموما هنشوفها ترسي على ايه ودي كانت مجموعة من ردود الفعل المختلفة واغلبها طبعا من الجانب المصري غاضبون على هذا الهتف